ما هي الأسرار والفضايح اللي ذكرها الدكتور عبدالله النفيسي عن الوفد الفلسطيني في اتفاقية أسلو؟ بيستدل الدكتور عبدالله النفيسي بكتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز واللي كان اسمه الشرق الأوسط الجديد واللي كان بيحكي فيه لما التقى الوفد الفلسطيني في أسلو فبيقول I was talking to myself بمعنى أنه كان بيحسوا أنه قاعد مع يهود زيهم في المفاوضات وأنهم كانوا متفاهمين جدا مع اليهود لدرجة أنهم كانوا وسط المفاوضات بيتركوا المفاوضات ويروحوا يستحموا في حمام السباحة وأن زي ما ذكرت جريدة الجاردين البريطانية أنهم كانوا عاملين الوفد الفلسطيني ملف شخصي لكل واحد في الوفد الفلسطيني عن كل تفصيلة في حياته عن كل شخص في حياته بيحب إيه ما بيحبش إيه هواياته إيه عنده كام من الأولاد هواياتهم إيه مرته إيه هواياتها إيه بتحب إيه ما بتحبش إيه كل تفصيلة لدرجة ان نشأت علاقات شخصية واجتماعية بين الوفد الفلسطيني ووفد الاحتلال يعزموا بعض على افرح اولاد بعض عيالهم بيعرفوا بعض ويطلعوا مع بعض واللي اذهب ان ده كله الاسرائيليين اعطوا الوفد الفلسطيني لكل واحد فيهم VBI card بيتسوق بيف تل ابيب برحته يروحوا بمطاعم فاخرة يروحوا يتسوقوا في المولات اللي هناك ففضلت رجليهم رايحة جاية على تل ابيب فين بقى المفاوضات هيكلك عند تتفاوض وبيقول الدكتور عبدالله لما تيجي تقارن بين موقف الوفد الفلسطيني وبين وفد الفيتناميين على سبيل المثال اثناء المفاوضات مع الامريكان بيقولك ان الفيتناميين لما جوا حروا بلدهم من الامريكان نجحوا انهم يقضوا على ربع مليون جندي امريكي فدعاهم ساعتها كيسينجر وزير الخارجية الامريكي للتفاوض في باريس فاول حاجة عملها الوفد الفيتنامي كانت اقامته ومبيته في السفارة الفيتنامية مش في فنادق ولما حب كيسينجر يعزم الوفد الفيتنامي على العشاء وبعتوا ليهم سيارة رسمية من السفارة الامريكية للسفارة الفيتنامية رفض الفيتناميين انهم يروحوا العشاء ده وده كان على اساس انهم يكونوا صداقة وتفاوضوا كده يعني فقالوا لا احنا اعداء ما نجعدش ناكل معكم احنا جايين نتفاوض في تفاوض وتطلع من بلادنا ماشي مفيش تفاوض خلاص نرجع على بلادنا وده بخلاف الوفد الفلسطيني اللي كان بياخد الفي اي بي كارد واللي كان بيوزع منه على جريبه وده كان الفرق بين السلطة الصالحة اللي عايزة تحرر بلادها زي فيتنام كده وبين السلطة الفازدة على حد قوله ايام ياسر عرفان وبس كده يسيدي دمتم في امان الله صلو على رسول الله السلام عليكم